موسيقى الأسد يقول للإيرانيين شكرا أنا لا أريد حربا ولا أريد الإنجرارة إلى حرب هذا الكلام على ذمة صحيفة أمريكية مرموقة الأسد يبدو أنه يراهن على العرب ومن العرب السعوديون القائم بأعمالهم في سوريا يقول إن علاقتنا مع سوريا أي السعودية في أوجي عطائها وفي سوريا في المناطق الخارج عن سيطرة النظام المجتمع السوري في تلك المناطق يمور مورا هناك تيارات وحيئات وكيانات تصعد وتنزل المجتمع السوري هناك في حالة غليان ويفرز بين الفينة والأخرى تيارات سياسية أحد هذه التيارات الآن تيار سوريا الجديدة اليوم فيما تبقى نستضيف رئيسة تياري سوريا الجديدة حياكم الله فيما تبقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى قال القائم بأعمال سفارة السعودية لدى النظام عبد الله صالح الحريص قال أن العلاقات مع النظام تشهد تطورا إيجابيا ملحوظا وهي في أوج عطائها العلاقات في أوجها يمكن لهذا الوصف الذي أطلقه القائم بأعمال سفارة السعودية لدى النظام عبد الله صالح الحريص أن يقرأ على أكثر من وجه خاصة أن الظاهرة في مسار تطبيع العلاقات بين الرياض والنظام يشير إلى نتائج صادمة إذ لم يتوقف النظام عن إغراق الأردن ودول الخليج بالمخدرات ولم يضع حدا للميليشيات الإيرانية المنتشرة في سوريا ولم يبدأ أي جدية إزاء الدعوات لتفعيل مسار الحل السياسي لكن رغم ذلك يقول القائم بأعمال سفارة السعودية إن العلاقات تشهد تطورا إيجابيا ملحوظا وتسير نحو الأفضل مؤكدا في الوقت ذاته أن العلاقات ستعود إلى طبيعتها كما كانت قبل عام 2011 معادلة تطبيع صعبة تخوضها السعودية وتدعمها الإمارات بينما تتراجع الأردن عن الاستمرار في الغرق بتفاصيلها وهذا ما كان واضحا عندما علقت عمان عمل لجنة لاتصال العربية بسبب عدم استجابة النظام لمطالب اللجنة باتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 إذن النظام محاصر بحلفائه فلا الدول العربية المطبعة راضية بتصرفاته ما يبرر عدم تدفق أموال واستثمارات الخليج إلى مناطق سيطرته واقتصار الأمر على مشاريع إنسانية وخدمية فقط ولا إيران سعيدة بمواقفه إذ تقول صحيفة وولستريت جورنال إن الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي تعمل على خلق شقوق في العلاقة وتصعب مهمة النظام في موازنة علاقاته مع القوى الإقليمية الأخرى مما قد يقوض أهداف طهران طويلة الأجل في المنطقة مشيرة في الوقت ذاته إلى أن النظام أبلغ إيران بعدم رغبته في الإنجرار إلى أي حرب مع إسرائيل على الرغم من أنه يدين ببقائه بشكل كبير لطهران وميليشياتها لأن الولستريت جورنال تنقل عن مسؤولين في النظام بالتأكيد هذا التسريب من جماعة النظام يعني الولستريت جورنال لا تأتي بشيء من عندياتها وهي من هي ولها هذا التاريخ الوازن جماعة النظام يسربون هذا الكلام للولستريت جورنال حتى يسمع الغرب والشرط يقولون أنه بشار الأسد قال للإيرانيين شكرا أدام الله دياركم نلقاكم في حرب أخرى نلقاكم في حياة أخرى أو ربما في كوكب آخر الأسد يقول للإيرانيين يا جماعة أنا وضعي الاقتصادي مزري جدا مزري جدا لذلك أرجوكم يعني أرحمونا أرون عرض أكتافكم تقريبا يعني الأسد يقول للإيرانيين أرون عرض أكتافكم في سوريا يا جماعة يقول أنه أبلغ الإيرانيين نصا بعدم رغبته بالانجرار إلى أي حرب لماذا؟ لأنه دمشق لديه أزمات اقتصادية شديدة والناس في حالة غضب وصخط في مناطق النظام الناس غاضبة جدا لذلك الأسد يقول للإيرانيين شكرا شكرا دامت الأفراح وفي دياركم هذا الكلام تنقله الولد سريت جورنر عن مسؤولين في النظام وبالقطع أن جماعة النظام هم من سربوا حتى يسمع القاضي والداني حتى يسمع الإسرائيلي وتسمع عواصم العرب الخليج الإماراتيون والسعوديون تحديدا والإسرائيليون كذلك يعني والإسرائيليون يعلمون يعلمون كل شيء في سوريا هذا الكلام واضح جدا أنه صحيح لأنه الأسد أصلا عندما ذهب إلى موسكو هو وي كأنه قال للروس يا جماعة أرجوكم يعني تدخلوا لدى الإيرانيين حتى لا يدخلوننا في حرب أخبروا الإسرائيليين أنه والله أنا ليس لي دخل بهذه الطريقة يعني لا أحد يستغرب أن الأمور تدار الأمام في سوريا بهذه الطريقة يذهب الأسد إلى موسكو يا جماعة ترى أنا يعني أرجوكم الإيرانيين لديهم نوايا سيئة فتدخلوا لديهم أوقفوهم حسنا هذا في الخط الأول الخط الثاني أبلغ الإسرائيليين أنه أنا ليس لي دخل إذا تدخل إذا يعني الإيرانيين صنعوا أي شيء والله أنا ليس لي دخل ورد جدا يعني ورد كلام الولد سري جورنال يؤكد هذا الكلام الآن هل الأسد هو الذي أبلغ الإيرانيين بعدما رغبته هذه صعبة قليلة يعني يكون ارتقى فيها مرتقا صعبا الأسد لا هذه ربما تولى فلاديمير بوتين نقلها أو سيرجي شويغو عندما ذهب إلى طهران هو الذي تولى النقل لأنه يعني جماعة الوضع في سوريا صعب والناس يعني لا تجد ما تأكل ولا تشرب ولا ينقذ سوريا يعني حرب لذلك دعوها جانبا لكن من قال أن إيران التزمت لأنه ما حدث في شمال شرق سوريا عند مهاجمة القواعد الأمريكية وما قيل عن جيش العقيدات وكل هذا بغض النظر بغض النظر عن هذه القصة وهل هؤلاء مدعومون أم غير مدعومين بمعزل عن هذا الأمر لكن الإيرانيين استثمروا في هذا الأمر وهذا أتى بعد زيارة بشار الأسد إلى موسكو وتدخل الروس شخصيا الروس حتى يهدئوا الأمر موسكو لا تريد لكن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني لا تلتزم والاختبار كان في شمال شرق سوريا بالتالي من القال أن الميليشيات الإيرانية لن تعيد الكرة في سوريا مع تعطل الموقف التفاوضي بينها وبين واشنطن لأن هذه هي سياسة طهران تتعطل المفاوضات مع واشنطن فتسلط أذرعها على القواعد الأمريكية لا تحتاج إلى تحليل ومن يحللون عندما تعطلت المفاوضات مع الأمريكية انسلطت الميليشيات على القواعد الأمريكية على حق الموجودة في عقل العمر وغير حقل العمر أتى الروس وقالوا لتوقف توقف يكفيكم شكرا جزيلا وحاولوا نزع الفتيل نزعوهم وقتا وفعلا هدأت الأمور طيب من يضمن أن هذا الفتيل لن يعود للإشتعال في شمال شرف سوريا أو في جنوب غرب سوريا على حدود الجولان المحتل من قال لا ضمانات في الأمر بشار الأسد من كل هذا الأمر الرجل يريده النجاة برأسه وهذا مفهوم يريد الآن نجاة برأسه يحاول أن يبتعد قدر المستطاع أن الإيرانيين أي نعم هو لا يستطيع لكنه يعني يحاول أن يأخذ مسافة والإيرانيون البعض يقول أنهم أتاحوا له هذا الهامش لأنهم بنهاية يخافون عليه ويعلمون أن إسرائيل تهدده هو تهدد حياته هو شخصيا لذلك أتاحوا له هذا الهامش لكن إلى متى؟ وهذا سؤال ملح في الأيام القادمة سؤال ملح جدا خاصة مع الأخبار التي ترد أن الموضوع في غزة يعني لن تنتهي هذه الحرب مع كامل الأسف ونسأل الله السلامة لأهلنا في قطاع غزة من هذه المذبحة القائمة المذبحة التي تدمي القلوب لكن الكلام الآن أن بن يمين نتنيا هو من وراء هؤلاء الوزراء الصهايين المتطرفين على رأسهم اسم موترشوها بن قفير هؤلاء لا يريدون إنهاء الحرب من قال أنهم يريدون إنهاء المذبحة في غزة حتى لو خفت وارو الحرب في القطاع لكنها سوف تستمر بشكل متقطع إلى ما شاء الله يعني إلى زمان بعيد هؤلاء لن يهدأ لهم بال حتى يروا أهل قطاع غزة في أسقع الأرض سرايا القدس تنشر عبر التليجرام الرسالة إلى المقاومة اللبنانية وأنه والله وأن يستنصروكم في الدين فعليكم الناصر يقولون لهم يعني أنه ادخلوا عليهم الباب من الشمال ودكوا حصونا خيبر الكلام موجه لحسن ناصر الله هذا هو الأمر ونائب قاد الحرس الثوري الإيراني يقول والله ردنا طويل ونحن نفكر بالأمر والقصة قد تطول زمانا بعيدا لذلك بنيمين نتنياهو ومن معه عينهم ليس فقط على قطاع غزة عينهم على ما يسمونها يهودة والسامرة على الضفة الغربية الآن ما بعد قطاع غزة الآن الأمر متجه إلى إلى الضفة الغربية وبشار الأسد خائف واضح جدا أنه خائف الآن هؤلاء المتطرفون الصهينة يعني يعودون للقول بإسرائيل الكبرى وأن الرب وعد سيدنا إبراهيم من نهر مصر إلى نهر سور إلى نهر الكبير هذا الفرات الجميع خائف في هذه الأثناء بشار الأسد يبدو أنه يوسط عند الإماراتيين يوسط عند السعوديين يأتي السعوديين كي يلعبوا في السياسة كيف يلعبون في السياسة؟ قل لك القام بأعمال السفارة السعودية في دمشق العلاقة بيننا وبين الأسد في أوجي عطائها ما هو هذا العطاء؟ ما هو هذا العطاء؟ ما هو هذا العطاء؟ أنا أتيتم لكم بأمثلة عن هذا العطاء الذي يتحدث عنه سعادة عبدالله لحريص قال لك العلاقة بيننا وبين السعوديين في أوجي عطائها طيب ما هو هذا العطاء؟ أنا أقول لكم ما هذا العطاء؟ أو أوجي العطاء؟ أنا أقول لكم أنا أقول لكم يا جماعة ماذا حدث؟ الأشقاء في المملكة العربية السعودية العظمى ماذا فعلوا قبل أيام؟ وعلى سبيل العطاء وأول عطاء أوجي العطاء قدمت المملكة العربية السعودية دعما لقوات النظام في دير الزور بتوفير ماذا؟ 20 كلب بوليسي أجل لكم الله وذلك في إطار جهود مكافحة المخدرات هذا هو العطاء ويدي قمة الإنجاز العطائي أعطوا الجماعة في قوات النظام 20 كلب بوليسي يا حب ذا أمينة وكلبها يحبها تحبه جدا كما يحبها السعوديون والإماراتيون كما يعني تسرب مؤخرا ويبدو أنه على سبيل التأكيد أنهم يراهنون على أن والله الأسد سوف يأخذ مسافة عن الإيرانيين وبالتالي هم يأتون لتعبئة الفراغ على أساس أن إيران قدمت كل شيء على مدار هذه السنوات من أجل أن ينجو الأسد ثم يأتي الأسد ويقول لهم شكرا يا جماعة مع السلامة أرون عرض أكتافكم للملالي ويذهب للإماراتين والسعوديين يعطونه أموال وإعادة إعمار ويأتي النفوذ الإماراتي والنفوذ السعودي على أساس أن الإيرانيين يلعبون يمزحون في هذه القصة هم بعض عرب الخليج البعض يرى في رأسهم هذه القناعة من أين أتوا بهذه القناعة لأحدها لذلك في سياق التكتيكات السياسية التفحيطية التي تقوم بها السعودية يأتي القاوم بالأعمال السعودي ليقول لك والله العلاقة في أوجي عطائها وهذا هو العطاء عشرين كلب بوليسي هذا أوجه العطاء ليت الكلا بل أنا كانت مجاورة ولا نرى مما نرى أحدا هكذا البعض يقول بالتزامن بشار الأسد يسر بلول سريت جورنال إنه والله يا جماعة أنا قلت الإيرانيين لا شكرا لا أريد حربا واضح بشار الأسد أينه الآن على السعودين على الإماراتيين كي يسلكوا له دربا مع الإسرائيليين ويبتعد عن الإيرانيين ويعني قليل من إعادة الإعمار قليل من التمويل قليل من الدولارات والأمور جيدة يعني ويريحهم قليلا من الكبتاجون والأمور تمشي هذا على أساس أن الإيرانيين يعني ما زالوا تلاميذ صف أول أو صف ثاني في التدخل في الدول سيد الرئيس يجب أن تعلم أن علي عبدالله صالح مثال يجب أن لا تنساه يجب أن تضع مصير علي عبدالله صالح كالحلقة في أذنك علي عبدالله صالح حاول اللعب قليلا قتله الإيرانيون قتله الحوثيون كيف سوف تنجو لا نجاة من هؤلاء مازخ مازخ الحقيقة الأسد في مازخ ولا يستطيع التخلاص من الإيرانيين ولا يستطيع البقاء مع الإيرانيين طيب ما الحل لا أحد يعلم ما الحل الحرب في غزة مستمرة والمذبحة في غزة مستمرة والصهايين عينهم على الضفة الغربية وعينهم على جنوب لبنان ربما يعقدون صفقة مع الإيرانيين يعني اهتزت كثيرا السمعة الإيرانية خاصة بعد اغتيال اسماعيل هانية رحمة الله عليه وكل هذه الدعاية الإيرانية بدأت بالتلاشي لكن الإيرانيين لا منع من أن يعقدوا صفقة ليس الآن لا أحد متفرغ أصلا لعقد صفقة هناك انتخابات أمريكية ربما يأتي دونالد ترامب وهذا ما يتمناه بني أمين أثنين وتأتي كمال هارس لا أحد يعلم الآن يعني الحضوظ بين الاثنين تكاد تكون متساوية أي يكون الذي سوف يأتي هذا يستلزم وقتا طويلا حتى مطلع العام القادم ومن هنا حتى تأتي تلك الأيام هؤلاء الصهايين مستمرون بمذابحهم ضد أهلنا في قطاع غزة والإيرانيون ينظرون ويتفرجون ويحاولون لملمة ما يمكن لملمته من كرامتهم أو عقد صفقة والمضي للأمام يبدو أن هذا الأمر متعذر هذا المخرج الإيراني في كل مرة عقد صفقة والمضي للأمام الآن يبدو أنه صعب صعب جدا بشار الأسد يعلم هذا الأمر الروس يعلمون هذا الأمر والروس أصلا وضعهم في أوكرانيا وضعهم صعب كذلك تضيق الدوائر على عنق الأساس لذلك هو يريد يريد ربما يعني يرى هذا هو الحل يهرب من الإيرانيين يتهرب من الإيرانيين ويذهب خطوات باتجاه الخليجيين لعل الجنة الموعودة يتوقع أنها موجودة في صحراء الرياض أو في صحراء دبي تيار سوريا الجديدة أحد التشكيلات السياسية الكثيرة التي تواصل جهودها للحفاظ على مبادئ الثورة ومواجهة أي محاولات لإعادة تعويم النظام في عمق الجراح السورية حيث أنين الوطن يغيب الأمل تارة ويحضر أخرى وما بين الاثنين تلوح شرارة من الشمال السوري ترفض الخضوعة وتسر على الحياة وتؤكده أن روح الثورة لا تزال مشتعلة وبصوت مدون لا يمكن للعالم تجاهله التطبيع فتح المعابر وقف المعارك وغيرها الكثير كلها أحداث متسارعة وإن كانت تسير ببطء لكن أصوات تعددت وتنوعت بينها تيار سوريا الجديدة الذي يرى أن حالة الاحتجاج في الشمال السوري ليست مجرد أحداث متفرقة بل هي ثورة مستمرة ترفض التنازل عن حقوقها فالشعب هو صاحب القرار الأول والأخير وهو من يملك القدرة على تغيير الواقع فإرادته لا تقهر طالما هو مصمم ومدافع عن ثورته ولا ريب أن يدخل ذلك في حسابات الدول التي تسعى للتطبيع مع النظام مما يجعلها ورقة قوة على طاولة المفاوضات كل ذلك يؤكد أن الشارع السورية لا يزال حاضرا بقوة في المعادلة السياسية حتى وإن غاب عمل مؤسسات المعارضة وكياناتها فالتيار يرى أن أي حل سياسي مستقبلي لا يمكن أن يتجاهل هذا الواقع لكن يبقى السؤال هل الشارع الثوري والمعارض قادر على استثمار الواقع الراهن وتحويله إلى قوة دافعة نحو التغيير وإلى أي مدى يمكنه العمل على إعادة بناء المجتمع السوري وتضميد جراحه خاصة من خلال المساهمة في تحقيق الانتقال السياسي والوصول إلى صيغة تضمن رد الحقوق الفردية والجماعية لملقين السوريين معنا هنا في الستوديو رئيس تيار سوريا الجديدة دكتور رياسر العيتي دكتور مرحبا أهلا وسهلا أياك الله كيف الحال والأحوال الله يسلمك يا رب رئيس تيار سوريا الجديدة نعم هذا قبل في آخر ذكرى للثورة في الذكرى الثالثة عشر في السفة عشر أذار نعم صحيح في عزاز صحيح ما هو هذا تيار سوريا الجديد يعني خليني أرجع لأصل الثورة هذه الثورة قامت لأنه السوريين معظم السوريين همشوا عن المشاركة في صنع القرار السياسي الذي يمسوا حياتهم ويمسوا مستقبلهم فالثورة قامت من أجل أن نشارك نحن كسوريين في الحياة السياسية في شأن العام في العمل السياسية هذه المشاركة تحتاج إلى تنظيم تحتاج إلى تنظيمات سياسية وأقول لك بصراحة عندما قامت هذه الثورة لم نفكر بإنشاء تيارات أو أحزاب كنا نقول المهمة الآن هي إسقاط النظام وبعد ذلك نتحدث في قضية التشكيلات السياسية لكن لما أزمنت الأمور وأصبح ضعف التبثيل السياسي للثورة هو أحد أسباب استمرار هذا النظام قلنا لا علينا أن نبدأ التجربة من الآن وهذه تجربة تحتاج إلى وقت لكي تنضج ولكي يستقيم عودة فهذا التير هو تشكيل سياسي مجموعة من السوريين جمعوا أنفسهم ضمن مبادئ الثورة الحرية والعدالة والكرامة وضمن الإطار الوطني العام ونريد أن يكون لنا إن شاء الله تعالى صوت وكلمة سواء في المرحلة الحالية مرحلة ما زلنا لسا في صراع مع النظام النظام لم نسقط بعد أو في مرحلة المستقبل عندما نطوي صفحة الاستباد ونفتح صفحة جديدة في حياة السوريين حسن الانطلاق كانت من عزاز نعم التيار موجود داخل وخارج سوريا نعم لدينا أعضاء في الداخل وأعضاء في الخارج ثقله ما هو يعني نحن الآن كعدد ما زلنا في البداية ليس لدينا العدد الكبير عم نحاول الآن نركز على النوع أكثر من الأعداد حقيقة يعني ربما نتميز به أنه نحن نحاول نجمع بين أمرين يعني هنا صحيح أن الأمر الثوري والمبادئ الثورية لكن في نفس الوقت نحن نحاول أن نطرح حلول عملية للسوريين للمشاكل والتحديات التي تتواجههم سأضغب لك مثلاً يعني نحن في المرحلة التمهيدية قبل أن نعلن نفسنا طبعاً نحن من ثلاث سنوات تقريباً اسم التيار موجود وعم يقوم بنشاطات باسمه قمنا مثلاً بمؤتمر في عزاز حول موضوع تصديق الوثائق التي تصدر منها الهيئات القضائية الموجودة في الشمال هذه لا يعترف بها في تركيا وهذا عم يعمل مشكلة اجتماعية يعني مثلاً إمرأة تتطلق في الشمال تأتي لنا تتزوج الوثيقة التطلاق لا يعترف بها فبدأت ترفع دعوة في المحاكم التركية وهذا يأخذ وقت ويكلف مال فقلنا جمعنا أصحاب المصلحة جمعنا القضاء جمعنا المنسقين جمعنا حتى وزارة العدل كل الناس الذين لهم علاقة بهذا الأمر جمعناهم بالتعاون مع نقابة المحامين الأحرار وعرضنا المشكلة وعرضنا حلول وكذا فيعني هذا النوع نحن نشوف من النشاطات ومن العمل الذي يمس احتياجات السوريين ويمس حياتهم هو ما تحتاجه الساحة اليوم يعني هذه نشاطات اجتماعية خدمية نعم سياسية لكم نشاطات سياسية نعم نحن يعني منذ نشأة التيار كان لنا موقف واضح من موضوع مثلا اللجنة الدستورية ما هو يعني نحن نعتبر أنه اللجنة الدستورية الدخول في نفق اللجنة الدستورية هو انحراف عن المسارد السليم اللي هو بدء الانتقال السياسي بهيئة حكم انتقالي فلذلك كان لدينا مطالعة طبعا ليس فقط شعارات نرفعها واعتراض واحتجاج لا كان لدينا مرافعة ويعني مطالعة سياسية وقانونية وعملنا في هذا المجال عملنا محاضرات بالعالم الافتراضي بالعالم الطبيعي واكتبنا مقالات واستكتبنا اشخاص حتى خبراء في هذا المجال وبعضهم كان في المعارضة منهم مثلا دكتور حسام حافظ منهم الدكتور عبد الحميد العواك لكي نقول أن هذا المسار حرف المسار يعني المسار الصحيح وأخذ المفهوم 2-2-5-4 أخذه بالمفهوم الروسي نتشبث به والذي يصب في مصطحد الثورة السورية تواصلتوا بمحل كينات تواصلتوا مع اللجنة السورية مع الاتلاف نعم يعني في تواصلات دائمة وحتى نحن يعني منذ عامين حضرنا كنت أنا والدكتور حسام الحافظ في مكتب الاتلاف في اسطنبول وقت كان الأستاذ سالم مصلت وعملوا بديهم يعمل أصلاحه وتغييره كذا وحضرنا وحتى قدمنا ورقة ورقة مكتوبة فنحن في تواصل دائم في عملية ضغط باتجاه يعني تغيير الأمور هل حصلتم على نتيجة؟ لم نحصل على نتيجة حقيقة لا شيء أبدا الجماعة في هذه الكينات يعني لم يلتفتوا لكلامكم يعني يعني هم يعتقدون أنهم على صواب طيب وفي وعود كانت في الإصلاح ولكن هذه الوعود يعني لم تصل إلى شيء ولا أعتقد أنها تصل إلى شيء يعني أنا شخصيا لا أعتقد أنه يمكن أن نصير في إصلاح في الإتلاف من خلال الشخصيات الموجودة حاليا البعض يقول أنكم في تيار سوريا الجديدة صوتكم مرتفع كثيرا وهو لا يتناغم مع حجمكم على الأرض نعم نحن عملنا سوريا لكي نرفع صوتنا لكن يعني حجمكم على الأرض ليس يعني بمستوى صوتكم القضية ليست بقضية الحجم أخي معاذ قضية أنت عندما يقال لكم عن الأرض أنت عندما نحن وصرنا ثلاث سنوات والناس عايشة في وام كم عددكم في تيار سوريا؟ حوالي 200 فقط؟ نعم هذا هو عددكم؟ نعم وهل هذا تيار سوريا الجديدة؟ نعم 200 عضو؟ يعني هكذا تبدأ كم سنة؟ كم من كم سنة؟ نحن صرنا تحت التأسيس حوالي ثلاث سنوات و200 عضو؟ نعم فقط؟ لأننا نحن لا نركز على العدد حقيقة على الكيف؟ يعني نحن شفنا في مشاريع كثيرة قامت في الساعة السورية صعدت سريعا وهبطت سريعا لأنه لم تأخذ وقتها في التأسيس لم تأخذ وقتها في صنع حالة الانسجام والتفاهم بين أعضائها في صنع الرؤى السياسية في صنع نحن بدنا كوادر بدنا كفاءات هذه كلها معارضة تحتاج إلى وقت بناءها وصناعات تحتاج إلى وقت فلذلك نحن نأخذ وقتنا لا أقول لك أنه نحن راضين عن السرعة نتمنى لو كنا أسرع من ذلك لماذا الناس لا تقبل عليكم؟ هل الناس ملت من كل هذه الكينات والتيارات؟ صحيح نعم يعني تضع الجميع في بوتقة واحدة؟ المجتمع السوري الثوري اليوم رافض للسياسي يعني لديه شك ولديه تردد فأي مشروع سياسي وأنا أقول أنه محق في ذلك علينا نحن اللي بنشتغل بالسياسي ونعمل تيارات وحزاب سياسي أن نبذل جهد مضاعف لحتى نكسى بثقة الشارع فنحن فعلا نعاني من قضية الثقة وقضية كيف نكسى بثقة الناس هذا تحدي قائب والحل؟ الحل هو أن مزيدنا العمل مزيدنا التوريين ومزيد هذه العبارات دكتور مزيد ومزيد ومزيد هذه عبارات نحفظ عن ظهر قلب أنت كيف تكسب ثقة الناس؟ لا أعلم قل لي تكسب ثقة الناس أول شي عندما تتحدث بمطالبهم عندما يشعر الناس أنه تيار سوريا الجديدة تيار وطني يتحدث ما أنت قلت صقفكم مرتفع نحن فعلا صقفنا مرتفع تزايدون أنتم تزايدون على الآخرين في مسألة العلاقة مع الأتراك مثلا تزايدون على الجميع نعم أنا لا أريد تزايدون على الناس ما الذي قلنا ماذا كان موقفنا في العلاقة مع التركي قلنا نريد أن يكون هناك إدارة للشمال أو حكومة مؤقتة لا يتدخل فيها التركي لا يكون صانع القرار المنصق التركي يكون صانع القرار الوزارة والحكومة السورية هذا مطلب حق هل هذا رفع للصقف أو كلام يعني عم نحكي فيه الأساطيح يعني هاي من البديهيات الوطنية عندك حكومة سورية الحكومة تحكم ولا تحكم القرارج بأن يكون سوريا هذا ما اطرحنا لا مطرح أكثر من ذلك وقلنا في نفس الوقت بدنا أفضل العلاقة مع الدولة التركية لأنه قناعتنا وهذا الكلام لا نقوله يعني ممالأة لأحد أو من باب التزلف لا هي قناعتنا أنه مصلحة الثورة ومصلحة سوريا وعلى المدى الطويل أنه يكون فيه أفضل علاقات مع الدولة التركية فنحنا نقول ما يعني نعتقد به ولا نطرح يعني أمور يعني فوق الخيال أو أو نحكي حكي ما بقوله يعني فوق الأساطيح بديهيات وطنية لكن للأسف لأنه هذه البديهيات أصبحت مغيبة صار مجرد طرحة أنه والله عم ترفعوا السقف وعم تحكوا كلام وعم تزاود وعم كذا لم نزاود على أحد ولم نخون أحد ولم ننتهم أحد بشيء نحن نقول أنه هذا هو الصواب ونقول لماذا هذا هو الصواب هاي الطريقة التي نتحرك بها الآن في الشمال السوري يلاحظ أنه يعني كثيرة هي التيارات المجموعات يريد الناس تريد أن تشكل هنا وهنا يعني تشعر أنه الناس تشتغل السياسة نعم أو أنه الناس قرفت من الكينات السياسية السابقة يعني الموجودة لكن تقول يا عدد عضاءكم مئتين يعني كما والله إحباط والله إحباط يا دكتور إحباط القضية ليست بالعدد يا أخي كيف ليست بالعدد اليوم ننظر إلى تاريخ تأسيس الأحزاب والتيارات كيف بدأت تبدأ بخمسة وتبدأ بعشرة فهذه البدايات طبيعية أنه يكون العدد صغير بعد ذلك يكبر اليوم المجتمع السوري يعيش في مخاض وكما قلت أنت يعني فيد كثير من الكلام حول السياسي لكن أن يتقدم فريق ما أو يتقدم مشروع ما هنا عندما يحدث التقدم بتلاقي الكثير من الكلام لما بدي تحول لحالة تنظيمية في حالة أعراض وفي حالة تردد من الناس من الناس لأنه مثل ما أنا فيه شك وفيه كذا وبصراحة أخي معاذ يعني اليوم أي تيار سياسي أو أي حزب بده يتمسك بالأهداف الوطنية وكذا المقاومة الكبيرة يعني نحن نعمل ضدما كل من لقله مصلحة بأن يشتغل يعني المصلحته الخاصة سواء كانت مصلحة فصائلية أو مصلحة شخصية أو مصلحة مناطقية على حساب المصلحة العام سيقف في وجه البشروع الوطني يعني الآن هذا داء عند السوريين يأتي أي سوري الآن يجلس ويخون الآخرين نعم يعني أنت تخون الآخرين لا من الآخر يعني أي آخر فقط أنتم في تيار سوريا الجديدة سوريا الجديدة يعني يعني الذين تريدون الحفاظ على الثورة والعمل ومبادئة الثورية والآخرون كلهم تقريبا تخونه لا أنا عندما قصدت من يعمل لمصلحته الخاصة أنت تعرف في الشمال الآن يعني الوضع ليس وضعا سليما أين أعيش في المناطق أنا ما بين عزاز وتركيا يعني أتنقل كيف هو الوضع في عزاز هنا وهنا الوضع بعزاز مثل بقية المناطق اليوم في حالة فصائلية لا أحد ينكرها في نوع من طبعا الفصائل يعني تتفاوت فيما بينها لكن في حالة فصائلية ما وصلنا للنموذج اللي خرجت الثورة من أجله نموذج اللي بيحمل إسلاح هو يحمل إسلاح من أجل أن يقاتل النظام أو يستعد لمقاتلة النظام ويترك المدنيين لشأنهم يديروا شؤونهم بأنفسهم هذا الشيء ما وصلنا له لو وصلنا له في مناطق الجولاني ولا وصلنا له في المناطق الخاضعة للحكومة المؤقتلية أنا أقول دائما بدنا النموذج الثالث هذا اللي يجب أن نسأله أن يفرز السوريون في هذه المناطق وهذا ما يعني سعينا له وحتى يعني من فترة قريبة أنا كنت من موقعين على بيان بهذا الخصوص أنه بدنا يطلع هيئة وطنية تعبر عن إرادة السوريين في هذه المناطق هذه الهيئة هي التي تحدد شكل العلاقة مع الاتلاف أو مع الحكومة المؤقتة طبعا يعني يكون الشكل فيه يعني استقلال القار سوري بشكل كامل أصلاح وجذري وليس أصلاح شكري أصلاح مستحيل أحلى طيب مستحيل قضية أوهام نعم منتهي المعبور نعم شوف أخي معاذ لما نحن نقول بدنا نلغي الاتلاف أو نلغي الحكومة طيب هذا أمر يعني ممكن أو مستحيل مستحيل طيب أيهما واقعي أكثر أنك أنت تشكل حالي شعبية ضاغطة باتجاه أصلاح جذري وحقيقي في الاعتلاف وفي الحكومة أم أنك أنت تلغي هذه الأجسام بشكل نهائي وتنشئ أجسام جديدة حالة ضاغطة فنحنا يعني بدنا نمشي باتجاه حالي ضاغطة طبعا يعني أنا أنا ما أقوله دائما أنه نحن يعني عندما نصنع هذه الهيئة الوطنية وتحوز على القبول الشعبي بإنجازها وبطرحها وبإثبات نفسها فعندها لا يمكن أن يتجاهل يعني لا يمكن أن تتجاهل المؤسسات الحالية القائمة لا يمكن أن تتجاهل الدولة التركية لا يمكن أن تتجاهل الدول الأخرى فلذلك يكون تركيزنا الآن على صناعة المشروعات إخراج هذه الهيئة إلى يعني إلى العلام متى؟ الآن في سعي في هذا الأمر في الشمال السوري مع مجموعة من الشخصيات الوطنية سواء الأكاديمية أو الاجتماعية أو الكذا نحو إنشاء هذه الهيئة نعترف أن هذا الأمر سوف يأخذ معنا وقتا لكن يقول يعني ما في يعني الفسحة الزمنية ربما شهر شهرين ربما تصل إلى ثلاث الأشهر لكن لآخر السنة نعم يعني أنا أعطيك بشيء تقريب لآخر السنة ممكن ممكن جدا يعني هذا هذه فترة معقولة منطقية ومن ثم تخرج ماذا؟ هيئة ماذا؟ هيئة تمثل إرادة سوريين في الشمال السوري عنوان حريط من قال هذا الأمر؟ كيف سوف تكون هذه الهيئة تمثل إرادة كل السوريين في الشمال السوري؟ نعم لا نحتاج إلى تمنى يأتيكم قائد فاصيل العسكر يضعكم كلكم في السجن نعم كلكم طيب تأتيك دورية شرطة عسكرية والله لن ترى عزاز مرة أخرى نعم لما قامت السورة مين كان عم يحكم سوريا مكان بالشغل أستاذ عم يحكمها ومعه الجيش ووسط 13 جهاز أمني طب الناس لما نزدت على الشوارع وصار لها صوت عالي ونظمت حالها ما استطاعت أنه تقف في وجه كل هذه القوى العسكرية اليوم نحن أخي معاز ما يحتاج إليه في الشمال السوري عملية توعية للناس وعملية تنظيم لهم ما في يعني في عنا مشكلة كبيرة في الوعي في عنا مشكلة كبيرة في التنظيم أنا ما عندي سلاح ولا عندي فصائل ولا عندي دعم من دول أنا صاحب قضية إذا استطعت أن وعي الناس بهذه القضية وأن أجمع الناس وأنظمهم حول هذه القضية وصير في عنا شارع منظم اليوم إذا إذا بتطلع جهة سياسية بتحسن تحرك عشر تألاف شخص فقط في الشمال السوري أنا أقول لك ستكون أقوى من أي فصيل مو يتحركوا بشكل عفوي نتيجة غضب ونتتيجة كذا لا يتحركوا بمطلب سياسي مدروس وبضغط ومنهج وتراكمي من أجل تحقيق هذا المطلب أنا أقول لك إذا بتطلع أي جهة إذا هذه الهيئة الوطنية تشكلت حسن تتحرك عشر تألاف واحد في الشارع بشكل منهجي وبالضغط يعني باتجاه ملفات سياسية مدروسة بشكل سياسي وقانوني أنا أقول لك يمكن أن تصنع فرق من من الأسماء في هذه الهيئة معنى مثلا من الأسماء المعروفة معنى الدكتور عبد العزيز دغيم معنى دكتور جواد أبو حطب دكتور جواد أبو حطب دكتور إبراهيم حسون السعز عبد الحميد خميس مدرب معروف يعني في المنطقة يعني مجموعة من الأكاديميين ومن الرجالات لمشهود لهم يعني خلال فترة الثورة بعملهم في مجال تخصوصهم ولهم شيء من المصداقية في الشارع هذه الهيئة يفترض أنها سوف تعبر عن آراء الناس في الشمال السوري نعم الآن لم نشكل الهيئة بعد نحن نحن قلنا نريد أن نشكل هذه الهيئة وجمعنا توقيع حوالي 83 من هذه الشخصيات سمعك هدول 83 يحملون هذه الفكرة ويسعون من أجل تطبيقها وتنفيذها قد يكون منهم جزء في الهيئة وشخصيات لها قبول في الشارع نعم إلى حد ما لها قبول في الشمال السوري يأتيك قائد فصيل يضعكم كلكم في السجل أنتم مهيئتكم طيب نحن خلينا نرجع شوي للتاريخ شوي بالشمال السوري يوم برقم كل تجبر الفصائل وكذا لما عم تصير بعض المشاكل ولما الناس عم تنزل على الشارع عم يضطر الفصيل أنه يراضي الناس يعني صارت مثلاً هذا الكلام صار من عامين أو أكثر في منطقة الباب تقل أحد الأشخاص نجلس شباب وحرأوا دوليب وكذا جاء من يراضيهم كذا فاليوم الحالة الفصائلية لا تستطيع أن تتجاوز إرادة الناس إذا شرط إذا صار فيه فعلاً عملية تنظيمية وفيه طرح سياسي والتفى حوله الناس والتفى حوله رجال وطنيين مشهود لهم بالشمال يعني الفصائل بدأت إيش هاتمانين شخصية منهم أساتذة جامعات ومنهم علماء دين ومنهم مشايخ ومنهم وجهاء ورجال ثورة بدأت تحطهم بالسجل ما تستطيع تفعل ذلك الفصائل المتجبرة هناك حرية تتنفس الناس هناك تعسف شديد أو مبالغة في الموضوع أول شيء أنا لا أضع الفصائل كلها يعني بصف واحد تتفاوت من بينها برغم كل شيء أنا بقل لك فيه عنها مش نحن اليوم بعزاز أنت سخفك مرتفع بعزاز طب أعتقل لك أحد تتكلم معك أحد تتكلم معك أحد أبدا أبدا مع أنه سخفك مرتفع لم تتكلم معي أحد لا من السوريين ولا من تركيا ما رأيك بذلك أنا أقول الناس تعيش في وهم تعيش في وهم وفي خوف كبير أنا أعارض النظام من قبل من قبل الثورة وكتير ناس يظنوا أنه شون نادى الدكتور ياسير عم بحكي أكيد مضبط مع الأمن مع كذا حتى يخلوه يحكي لا ما أنا مضبط مع حدا لكن أنا في هامش معين بعرف فيه وبيحكي ضمن هذا الهامش وبحاول أن أدفش هذا الهامش قدر المستطاع فيا أخي معاز وأقول من خلال قناتكم للسوريين بس أحكوا بالمنطق ما بنا نسبو ننعن وناي لا نخوين بالمنطق وبالمصلحة الوطنية عندما نتكلم ونتقدم نستطيع أن نوسع هامش الحرية الممنوح لنا وأن نحصل إنجازات يعني كيف يعني الآن وأنت بخطابك السقف المرتفع ضد الأتراك لست ضد أحد أنا ضد طريقة التدخل جيد والسياسة التركية وأنا أعتقد وأنا أعتقد أنه الطريقة التي أدار بها الأتراك الشمال السوري ليس في مصلحتين طيب جيد يعني وأنت تدخل وأنت تدخل وتخرج لتركيا نعم والأمور طيبة نعم كيف هذا البعض يقول لك أنت طابور خامس نعم طابور خامس ضد من يعني ما هي الجهة يلي تجعل مني طابورا خامسا مصلحة من لا عالم قل لي يعني نحنا اليوم لما بنحكي لأن هناك بوهر أقل منك بكثير بكثير وتم التضييق علي أنت يعني ما سرك يعني ما سرك يعني ما سرك يعني ما سرك يعني شوف أخي الكريم برجع بقول لك ما في سر بالموضوع الناس عايشة بوهم أنا أقول الحق وأقول الصدق وأقول ما أعتقد أنه صواب وأقوله بطريقة تجنب فيها قدر الإمكان وهجمة الآخرين وإسقاطهم عندما تتحدث أنت بهذا الهمش وبهذه الطريقة تستطيع أن تتحرك هذا هو السر إذا كنت تسأل عن السر فهذا هو السر وهذه الطريقة أنا كنت أذهب إلى أجهزة الأمن قبل سقوط النظام ونجلس معهم ونقول لهم الطريقة التي تحكمون بها سوريا ستنتهي إلى الانهيار ونقول لهم سينهار الصقف علينا جميعا طبعا يهزوا برؤوسهم وأحيانا يعطونا دروس في الوطنية فأنا ما غيرت نهجي أخي معاف هذا نهجي أنا أقول ما أراه صوابا بدون أنه هاجم الآخرين أحاول أن أقلل إعداء قدر الإمكان طبعا أنت عم تقول أنه صقف مرتفع ومع ذلك يعني يقال عني صقف مرتفع لكن لاحظ أن أنا لا أعجم أحدا ولا أخون أحدا ولا أتهم أحدا بالعمالة وأحاول دائما أن يعني يكون لدي حجة وأدافع عن فكرتي بالحجة والمنطق والفصائل لم تتعرض لك أبدا على العكس نحنا في عنا يعني علاقة جيدة مع معظم الفصائل في الشمال في علاقة جيدة طبعا يمكن التفاهم محهم هؤلاء الفصائل يمكن لأنه يا أخي معاذ الفصيل في الثورة السورية شو هو جسم الفصيل إذا اعتبرنا الفصيل هرم جسم الفصيل مما منتشكها مو من شبابنا يعني مو شباب مدنيين حملوا السلاح ليدافع عن أرضهم وعرضهم وكذا فالفصائل بالأصل يعني لا يمكن أن تتعامل معها وكأنها كيان عسكري في دولة مستقرة في الدول المستقرة بيطلع الشخص بيقول أنا بدي يمشي بالحياة العسكرية أو بالحياة المدنية بيختار السلك العسكري بيفوت بالأكاديمية العسكرية صار جيش أو صار كذا بالحالة السورية السورية الفصيل هو أن أشخاص مدنيين حملوا السلاح من أجل يعني أن يدافعوا عن أنفسهم في وجه إجرام النظام فأنا أقول إيه فيها مش فيها مش تعاون مع الفصائل وفيها مش التفاهم معها والحياة في عزاز ليس الجحيمة أبدا 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 وأنا يعني أطالب وهذا كمان الأمور اللي نحن دائما مطالب فيها أنه يصير فيه إفساح المجال للناس تنزل على الشمال وتشوف بعينها ما يحدث ليس جنة أكيد محكي بتلفون مع شخص عرف أني أنا بالشمال قال لي عفوا عفوا وكذا كأنهم قاعدة محكي معهم وتحت القصف والخطف هما إلى ذلك ما فيك شي أخي لا في حالة معقولة يمكن للناس أن تعيش ويمكن للناس أن تمشي نحو الاستقرار بس طبعا ما هي الحالة المثالية يعني بتقلي هل يوجد الآن في عزاز حالي أو بهذه المناطق بشكل عام مثلا إن تجي استثمارات بدي تجي استثمارات بدي يكون في عندك حكم رشيد بدي يكون في عندك قضاء بدي يكون في عندك استقلال في القضاء بدأت الاستثمارات دكتور تأتي ليس يعني في جزء من هذا الأمر كثير دعائي لكن في حقيقة الأمر ما في استثمارات لأنه لأنه المستثمر بيقولك أنا شلون بدي يجي استثمار بركي يجي فصيل فلاني واعتدى على المصنع تبعي أو طلب حصة أو كذا بي يمدى يحفظ لي وين القضاء وين كذا هاي الأمور ساتة عملوها حكومة حقيقية حكومة سورية قضاء حقيقي قضاء يصل إلى الجميع وقتا بتصير البيئة مناسبة للاستثمار يعني هذا ما ندعو له ونتكلم به مزاج الناس في عزاز أين إلى أين يعني دائما ما بنحكي عن عزاز بقت تحكي لأن عزاز لا تت يعني وما حولها وما حولها عزاز وما حول إليها المناطق شوف أخي الناس تعبت بصراحة وملت رفض النظام والمصالحة معه موجود في نفوس الناس وبأي لحظة هذا عم ينطلق شفت أنت من قبل سنتين موجود بشكل ما كان أم بدأ يخفض الأكثرية أنا ما زلت أعتقد أنها ترفض الصالح مع النظام كم نسبتهم أنا ما عندي حصائت تعتقد من خلال معاشرتك مع الناس فوق السبعين من المئة ما زالت هذه النسبة الطاغية طبعا لأنه هن شايفين أول شي شايفين شو عم يصير بمناطق النظام شافوا شو صار بدرعة بين قوسيني اللي هي مشروع مصالحة مع النظام فما عندنا نصق الناس بحقيقة النظام كذا فالناس بموضوع النظام أنا أعتقد أكثرية الناس في الشمال السوري ما زالت ترفض الصالح رفضا قاطعا لكن بنفس الوقت الناس يعني ملت من الحال الفصائلية ملت من وضع المعارضة وكياناتها الهزيلة وحالة المراوحة اللي عم يتعيش فيها ويعني عدم الصدق والشفافية مع الناس فهدول الأمرين مع بعض عم يستروا عند الناس قضية فيه رفض بالنسبة للنظام والمصالحة معه لكن بنفس الوقت يعني الناس في حالة كبيرة من عدم الثقة حقيقة والتردد في التعاطي مع أي حالة سياسية في الشمال السوري وتمضي الحياة يعني الناس بين هذا وذاك بين هذا وذاك وتمضي الحياة إلى الأمر ماشي الأمور الناس عايش يعني متدبر حالة يعني السوريين عندهم قدرة هائلة كما تعلم على التأقلم والتكيف لكن الأمور صعبة حقيقة البعض قال نعم أنه الناس في الشمال السوري بنتيجة تدخلات داخلية خارجية يعني المهم وصلت إلى القناعة التالية أنه والله لو بقينا تحت حكم بشار رسد لكان أفضل صحيح هذا كلام؟ يعني هذا موجود بس عنده قلة قليلة قلة يعني من رأي الغالب لا الناس تعرف النظام وتعرف إجرامه وتعرف ماذا يعني أن يدخل النظام لهذه المناطق في قلة قليلة يعني في الأصل تتعرف يعني لما خرجت الثورة ممكن الناس خرجوا فيها ففي الأصل في ناس يعني هم لم يخرجوا بالثورة الثورة جاءت إليهم هلهم موجودين موجودين بكل مدينة موجودين بكل مكان في الشمال السوري لكن أنا أعتقد أنهم قلة قليلة الوقت أوشك على نهاية دكتور رياسر العيك الله يسلم رئيس تيار سوريا الجديدة نتمنى أن نستضيفه في قادمات الأيام بعد أن تتشكل الهيئة نعم حتى نرى ماذا ستفعلون على الأرض إن شاء الله وعندنا أمل كبير بأن هذا المشروع سوف يجد طريقه للنجاح صعنا تجارب كثيرة درسنا هذه التجارب نحاول نستفيد منها ويعني عنا ثقة بالناس خرجنا نحن من أجل الناس عنا ثقة بأنه يمكن من خلال العمل مع الناس أن نخرج بشيء يعني يلبي طموحهم ويعبر عن إرادتهم سوريا الجديدة علمانية أو إسلامية يعني؟ لسنا إسلاميين ولا علمانيين ماذا؟ نحن محافظون بمعنى؟ بمعنى بكل الدنيا فيه تيارات محافظة فيه تيارات بتقول أنه فيه شيء ثابت في المجتمع لاجب الحفاظ عليه ممكن شيء قابل للتغيير وكذا كما يقول الليبراليون حتى الليبرالية هي أطياف في الحالة السورية نحن كتيار محافظ نحن يعني منشوف يعني فيه بعدين عند أكثرية سوريا موجودين منقول هدول لازم نحافظ عليهم بسوريا القادمة شيلوا علاقة باللغة اللي هي اللغة العربية بالعروبة العروبة كلغة وليست كعرق أو يعني لسنا شوفينيين أو يعني عنصرين لا ولكن اللغة العروبة العربية كلغة وكذوق وكلسام وكثقافة نحن نحرص عليها والقضية الثانية العلاقة بالهوية الدين يعني نحن نشوف نحن معظم السوريين ينتمون إلى دين الإسلام الدين بمفهوم الفطري تدين الفطري الشامي اللي بعض بيسموه العادي ليس عندنا أي ايديولوجيا أو أي فهم خاص للدين نريد أن نفضه على الآخرين ضمن هذا البعد للهوية نحن نتحرك ونعرف أنفسنا كتيار محافظ تيار صوفي هذا يبدو من محافظ لا يعني لم أتطرق إلى شيء من مفردات الصوفية يعني يشبه من أدبياتها يعني يشبه عندنا في التيار صوفيين وعندنا سلفيين وعندنا نص نص وعندنا ناس عندكم من الطواف ما عندنا حتى الآن تقبلون طبعا طبعا تيار وطني لن يكون تيار سوريا جديد تيار وطنيا إذا لم يقبل كل السوريين باختلاف طوائفهم وانتماءاتهم رئيس تيار سوريا جديدة الدكتور ياسر كنت ضيفا عزيزا أكرمك الله تريد أن تختم بشيء؟ لا ولا بني شكك على الاستضافة وحبا هذا الأسلوب حبيبي دكتور الذي يعني يخرج المكامل النفس شكرا فأشكرك على هذا الأسلوب حبيبي دكتور نحن بسوريا نشتاق إلى هذه الجلسات اللي فيها الصراحة وفيها الصدق وفيها وضوح إن شاء الله في القادمات نصد اضيفك وتكون الحال غير الحال دكتور ياسر شكرا جزيلا لك العفو الله أعطيك العافية جمع الله اشتركوا في القناة